صباح الخير على حضراتكم من جديد خلينا نتكلم عن تفاصيل ما حدث بالأمس في افتتاح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن البلاد لا تعيش وتم إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة وليس بالكلام وإن الدولة المصرية ومشكلتها في السنين اللي فاتت هي زرع التشكيك جوة المواطن تجاه الحكومة كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال على الأقل العشر سنين اللي فاتوا واللي كانت امتداد عشان كده قلت أنا حكلم عن القناة السويس وبس وكانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية متشككة غير واثقة في نفسها وفي بلدها ده بناء فكري وجداني اتعمل لمصر خلال 40-50 سنة وهم يعتقدون أنهم حيقدروا من خلال ده يبنوا أمة الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط لا الخراب ولا الإساءة ولا الإهانة ولا الهدم ولا التشكيك ولا الظلم كمان سيادة الرئيس تكلم عن أوضاع الدولة بعد 2011 وأعتقد أن كلنا فاكرين هذه الحالة من عدم الاستقرار من 2011 لحد 2013 أثرت على البلد بشكل كبير جدا وقال الرئيس كمان أنه ما فيش بلد بتتقدم غير بالاستقرار والأمن إذا كنت أنت مش عايز تساعد نفسك وتحرم نفسك وتقاسي عشان تغير الواقع بتاعك عايز الآخرين ليه؟ وتقول أنا جبت يعني كان ممكن أول نهار نتكلم في الموضوع ده بس وكفاية وعشان كده قلت لكم 2011 و2013 أنا قلت 2013 ليه؟ وحاولوكم قد إيه جهل الآخرين بقى أحد عايز يحكم بلد يهدها أول تاني لا 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 استنوا بس أحد عايز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012 طب حد كان بيقول لهم والله العظيم أنا كنت بقول يا جماعة كل يوم بيعد علينا واللي احنا فيه ده ده البلد بتروح محدش حعرف يصلاحها بعد كده نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه بلاش اللي احنا بنعمله في بلدنا ده من 38 مليار دولار جبناهم ولا 36 مليار دولار جبناهم ولا 30 مليار دولار جبناهم بشكل أنفس على مدى من 1991 لغاية ما عام تتصور مش كده معل المحافظ قعدنا المدى دي كلها عشان نجيب القرشين دول احنا خلصناهم في سنة ونصف ليه؟ لانه كنت بتروح تجيب البترول بالدولار وتبيعه بجنيه وتجيب السلعة التموينية بالدولار وتجيب بنيه ما فيش دولار بيخدش لك فانت كالت الرسيد بتاعك كالت الرسيد بتاعك لان حالة عدم الاستقرار اللي استمرت من 2011 لغاية 2013 جبت البلد على الأرض وانا بقول لكم كلكم شوفوا ما فيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن ما فيش غير كده كمان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قال ان كل أزمة حصلت في البلد ليها تدعيتها والدولة بتدفع 8 450 مليار جنيه اللي خسرتهم في الفترة من 2011 والغاية 2013 واجه سيادة الرئيس الكلام للمواطن البسيط وقال انت كمواطن عاوز تعيش أنا معك عايز تربي ولادك أنا جنبك عايز تشغلهم ده حقك بس لازم نفهم الحكاية عشان يكون عندنا رؤية كاملة لللي حصل في البلد وبالتالي اللي أنا عايز أقوله لكم هنا في اللي قاله الدكتور معيد ان ده حال الدولة اللي هو إرادنا ده وإنفاقنا ده طيب في جزء منه طب نعمله ازاي لابد ان احنا نزود موردنا طب بس عايز أقولكم على حاجة واحنا بنعمل ده الدكتورة كانت بتتكلم من ضمن كلامها على على الزيادة السكانية واحنا نكلمنا في النقطة ده كتير وقلنا أن مصر عملت محاولات كثيرة جدا لتجاوز الأزمة دي من الخمسينات من قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنك حناش وجينا في قام الرئيس السادات ومنجحناش وجينا قام الرئيس مبارك ومنجحناش وحتى الآن احنا محققناش المعدل مطلوب وأنا بقول لهم تصوروا لو من 2011 لغاية النهاردة كان نمونا السكاني قد عدد اللي بي يعني سابت يعني سفر في دول كده في دول نموها سابت وفي دول سلبي يعني أقل كمان أنا بقول لو إحنا نمونا سابت الوفيات قد الموليد يعني أنت بتكلف عشرين خمسة وعشرين مليون زادوا في الفترة دي في الفترة من 2011 للنهاردة أنا بقول كلام معقول يا دكتور ولا خمسة وعشرين بزبط مش كده يا دكتور خمسة وعشرين طيب الخمسة وعشرين مليون دول يطرحنا مواردنا ده إحنا أساسا الخطين عمرهم مقربهم من بعض عمر الخطين مقربهم من بعض فتصور بقى أنك أنت في 2011 بتخسر 450 مليار دولار وكأن 450 مليار دولار دولما تخسرهم ما لهمش تأثير ما لهمش إيه تأثير لا كل أزمة هتعملها أو هتتعامل فيك هيبقى لها تدهايات وأنا بقولي الكلام ده مش ليا ولا حتى للمسؤولين لأنهم عارفينه أنا بقولي لكل إنسان مصري بسيط ماشي في الشعر هو هتفتكر 2011 لـ 2013 450 مليار دولار دول حد دهم لنا لا دي الدولة بتدفع تمانهم من لحم الحي الحي وإنت كمواطن عايز تعيش وأنا معك وعايز تربي أولادك وأنا جنبك أو إحنا جنبك وعايز تشغلهم وده حقك برضو بس أنا حنعمل ده إزاي إذا ما كنش نفهم الحكاية حكاية ليه بلدنا طول عمرها كده 43 سنة كده عايزين تخرجوا منها ولا نقعد نتحك على بعضنا ونقول كلام ما اتحققش بصراحة الدكتور بيقول إن الناس جات في كوفيد من آخر 19 خدت أول 20 بتدفع في العالم كله والإغفال يتم يناير فبراير ومارس وكده لغاية 21 مش كده في الوقت ده كان فيه خمسة مليون مصري شغالين في المشروعات صح كده فكان الكلام اللي تقلنا يا دكتور لما عادنا الأعدادية أنا بأخد مع مين بأخد مع ناس متعلمة متخصصة يعني طب فيه كتير في مصر منهم طبعا بس هم ده اللي موجودين معنا في المسئولية لكن زماينا اللي موجودين في الجامعة ومفكرين بيبقى فيه اتصالات بينهم وبين المسئولين اللي هم نظائرهم يعني يعني لما يكون حد في الاقتصاد أكيد حيكلم الدكتور إهالا وحيكلم الدكتور مع يده مش كده أقول إيه عشان يقول له وجهة نظر وكل الوجهات النظر بدم منطقية وعلمية احنا حنقبلها أرجع تاني إذن لما جئنا في الوقت ده وانا طف فيه خمسة مليون فكان الكلام طب احنا حنعمل تحفيز للاقتصاد بمتين مليار ومئة وخمسين ثم بقى ومتين وهنتحمل خسار مئتين مليار يبقى ربعمية مش كده طيب والرقم كله وصل لستمية ستمية ده يبتون من ايه الفترة اللي هي من 2011 ل2013 كان فيه حالة من عدم الثقة وإحنا عشان نتجاوز حالة الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة فكرت فيها الدولة أن هي تعمل قناة السويس وده اللي قاله الرئيس إننا نعمل مشروع نجمع الناس حواليه هنفتح باب المساهمة في إنشاء هذه القناة فالناس تحس إن هي بتعمل حاجة للبلد وبالتالي مشروع القناة الجديدة بجانب إنه كان طبعا مشروع مهم جدا هيفيد البلد هيساعد في زيادة دخل القناة كان محاولة كمان لصناعة الأمل المصري نرجع بقى لقناة السويس السقة المفقودة والأمل الضايع اللي كان بيشكل جزء من وجدان المصريين كان أول حاجة في قناة السويس وإحنا بنعملها محاولة إن احنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه آه متخطط وكانت هاي قناة السويس درساء وعايزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت صحيح لكن أنا حقول لكم على حاجة أول مرة أقولها في العالم كده وإحنا بنعمل ده كان أشرف سلمان دكتور أشرف كان وزيل السسمار فقال لي يعني المصفوفة المالية للمشروع إحنا حنبقى نخلي بالنا لأن إحنا يعني 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 عايزين نعمله باقتصاديات قلت له طيب بس أنا عايزة أدي الأمل للناس كانت الفايدة ساعتها عشرة ونص في المية صح كده قلت لهم إحنا حنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ 12% عشان تتحرك الناس وبسرعة يروحوا يحطوا فلوسهم ويقوم يحسوا إن فيه حاجة كبيرة هم بيساهموا فيها ويخلص المشروع اللي ما يخلص في ثلاثة لخمسة سنة ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة أبدا 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 ولكن ربنا سبحانه وتعالى الباني طالع الباني طالع كمان سيادة الرئيس سوجه رسالة للشعب المصري قال فيها اسمدوا وحاولوا الظروف القاسية لمنحة وصدقوني كلما تسمدوا كلما هتعدي زي معادة أزمة كورونا وأنا بقول لكم الكلام ده الدكتور المعايت والدكتور أنا بسمعوا مني الكلام ده والدكتور مصطفى كتير إن الموضوع البلد أكبر كتير من نحنا نبقى بندور على إن نحنا دولة نجحة ولا دولة أنا حيستقول أني دولة هزين تعيشوا في أني دولة طبعا سيادة الرئيس عبد الفاتح سيسي وجه كمان المسؤولين بدعوة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بالاستثمار في قائمة المشروعات اللي بتحتاجها الدولة زي مثلا صناعة الإطارات إحنا بنستورد على سبيل المثال 14 مليون إطار سيارات بيكلفوا الدولة قد إيه؟ بيكلفوها 800 مليون دولار وبالتالي لو أنشأنا مصنع هيوفر إنتاج في السوق المحلي وكمان هيوفر عملة أجنبية وضوع اللي احنا مثلا ندعم أحيانا برامج زي برامج الصادرات طب رقم أكتر من 50 و60 ممكن لو النهاردة حجم الصناعة أو حجم البضائع اللي حتم خروجها هتحتاج أكتر من الرقم ده دكتور مصطفى عن هن ايه؟ هنموله هنموله ما فيش مشكلة لأنه في النهاية بيزاود لي الناتج المحلي بيعمل لي تشغيل بيجيب لي كمان إرادات أخرى وبالتالي احنا محتاجين كدولة أن احنا خلال المرحلة ديت نركز جهدنا ونقنع المستثمرين المصريين والأجانب بأن هم ييجوا يشتغلوا معانا في القايمة ديت اللي أنا بقول فيها هي مشروعات مثال أنت بتستورد مثلا 13 ونص أو 14 مليون إطار كواتشو مش كده إطارات السعيرات وكل الإطارات يعني طيب دول بيكلفوا دي 700-800 مليون دولار مش كده طيب أنا لنقل المصعدة لن أتعامل في مصر يبقى حينتكي الكلام ده ويبقى أنا بس حجيب مستلزمات إنتاجه حجيب مستلزمات إنتاجه الفرق بين مستلزمات الإنتاج اللي بجيبها لي وبين الرقم اللي أنا كنت بستوردها كامل الصناعة ممكن يوصل له 200-250 مليون دولار يبقى أنا وفرت 250 مليون دولار من بس منتج واحد هو منتج الإطارات وحاجات أخرى كتير زي السوداء أش اللي كلم عليها وكلام آخر إذن إحنا كدولة إحنا كدولة إحنا كمواطنين إحنا كمستثمرين إحنا كرجال أعمال محتاجين إن الرقم ده نقدر ننهيه في أقل مدة ممكنة ولو إحنا نجحنا عشان بس الناس بتقول متى متى نرى إن الأزمة دي بتنفرج تماما بغض النظر عن التطورات اللي موجودة في الخارج اللي هي موجودة اللي رفعت أسعار الوقود ورفعت أسعار السلع الأساسية وأيضا يمكن عمل التعقيد في سلاسل التوريد أو الإنتاج اللي بتمر حولين العالم إحنا محتاجين وأنا بقولها دلوقتي لأن ده موضوع إحنا نشغلين فيه بأننا ثلاث سنة ونصة أربعة ودلوقتي أنا الأوان ويمكن الأزمة اللي إحنا موجودين فيها ديّة أكدت إن إحنا لو تحركنا بفعالية ومهما نقدمنا ومهما نقدمنا من حوافز للناس لن يكافئ أبداً إن إحنا نوفر الـ 25 مليار دولار دول وفي نفس السياق الدكتور مصطفى مدبودي رئيس الوزراء قال في كلمته وإمبارح في مؤتمر حكاية وطن إن الإنجازات اللي تمت في السنين اللي فاتت إنجازات غير مسبوقة ومحصلتش من قرون في الدولة دي وأكد على إن الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام والتركيز على التنمية من خلال برنامج وطني طموح شرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي أستعرض ما قامت به الدولة المصرية على مدار أكثر من تسع سنوات من إنجازات في كل مناحي الحيال اللي تخدم المواطن المصري إنجازات بكل المقييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون في هذه الدولة ولكن الحقيقة كنت عشان أختار البداية يعني الحقيقة كانت المقدمة إزاي نبدأ في قصة حكاية هذا الوطن وبالذات إن إحنا النهاردة وإحنا في خضام الأزمة الاقتصادية العالمية واللي سببته من تعداعيات وتحديات كبيرة جدا من تضخم وارتفاع في أسعار السلع اللي خلت الدول كلها على مستوى العالم وخاصة الدول النمية ومنها مصر بتعاني النهاردة من قضايا التضخم وارتفاع الأسعار وأصبح طبعا لسان حال المواطن المصري النهاردة بالرغم من كل اللي هو شايفه من إنجازات بيتساءل طيب الأزمة دي هنخرج منها إزاي والأهم هو بيسأل سؤال تاني طيب إحنا يعني النهاردة إمتى نبقى مصر تبقى دولة زي دول كتيرة بنشوفها النهاردة في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم ودول منها كانت في ظروفها زينا وبقت النهاردة في حالة وإحنا لسه يعني بنحاول إن إحنا كمان نجري ونحاول نلحقهم عشان نبقى زيهم إن شاء الله فبالتالي دايماً يتساءل المواطن المصري طيب إحنا هنبقى إمتى دولة بنفس قوة اقتصادها زي دول زي اليابان ولا كوريا ولا الصين ولا الهند ولا ألمانيا ولا حتى ماليزيا اللي هي موجودة والنهاردة من الدول المتقدمة إحنا دايماً عايزين نعرف حاجة مهمة جداً وعايزين نحكيها البعض الدول دي اللي وصلتها النهاردة والشكل اللي هي بقت فيه موصلتلهوش في يوم وليلة وده اللي لازم كلنا نبقى عارفينو النهاردة إذا كانت ماليزيا الشكل الجميل اللي تحت اللي بنتفرج عليه وبنقول بلدنا إن شاء الله تبقى عايزينها تبقى زيها ماليزيا كانت كده في 1980 دي كانت شكل ماليزيا سندفورة اللي هي تعتبر من أحسن الدول على مستوى العالم بدأت تجربتها سنة 59 وكانت بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفين وقدامنا ألمانيا تجربتها بعد الحرب العالمية التانية بدأت من ضمار شامل والنهاردة بقت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا وبقت بهذا الشكل اللي تحت لكن فوق هي كانت كده الدولة الصين النموذج القوي والعملاق القوي اللي داخل على الاقتصاد اللي في العالم الصين لغاية سنة 78 كانت الصور هي دي الصين اللي فوق الكلام ده مؤدية ان الدول دي ما بتتغيرش ومتبقاش دولة زات شأن في يوم وليلة الأمور بتاخد وقت وتعب وشغل مستدام ومتواصل على مدار عقود دولة زي سنغفورة عشان تحقق أول مراحل التنمية سنغفورة على فكرة خمسة مليون نسم لكن عشان تقدر تحقق التنمية والنهضة اللي فيها قعدت أكتر من عشرين سنة عشان تشتغل شغل متواصل علشان توصد اللي هي فيه التجارب دي كلها على الرغم من ان كل دولة منهم كان لها مأم اتجاه الشيوعي والاشتراكي والرأس مالي ولكن يا فندم أجمعوا على خمس سوابت رئيسية تجاربهم النجحة كيف تكون دولة نجحة ودولة متقدمة ان التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلتها التركيز على التنمية في البداية تنمية 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 مشروعات البلد لازم تقوم عليها عشان من خلال هذه المشروعات الدولة تنهض يبقى فيه برنامج وطني طموح البرنامج داي وصاغ وصيغ بسواعد أبنائها ما جابوش مكاتب الشرية عالمية عملت لهم البرامج اللي هم يشتغلوا عليها لأن كل دولة منهم كانت عرف إيه هي ظروفها احنا مبارح في حلقتنا في صباح الخير يا مصر كنا نمتكلم مع حضراتكم عن قطاع الزراعة إيه اللي حصل في هذا القطاع الحيوي المهم خلال السنوات اللي فاتت ملايين الأفدنة اللي تم استصلاحها وده كان ناتج عن الزيادة في عدد السكان بالإضافة إلى التجاوزات اللي حصلت على الأراضي الزراعية في الدلتا مبارح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم عن الأمن الغذائي وقال أن الدولة ركزت على المشروعات الزراعية العملاقة زي تشكة وشرق العوينات والريف المصري والدلتا الجديدة والنهاردة بنتكلم عن حوالي أربعة مليون فدان ستضاف إلى الرقع الزراعية في مصر بدون هذه المشروعات تخيلوا كانت فاتورة الغذاء ستتضاعف خلال سنوات بسيطة جدا نيجي للمحور الرابع الأمن الغذائي ما فيش دولة تملك لا تملك غذائها يعني دايما بيتقال الدولة التي لا تملك غذائها لا تملك قرارها وكانت عشان كده الدولة المصرية كان كل همها وشغلها الشاغل كيف نحقق الأمن الغذائي في هذه الفترة وسمحوا لي يمكن أتكلم على التنمية الزراعية احنا النهاردة مع زيادة السكانية فطورة الغذاء ومع ارتفاع أسعار السلع اللي حصلت في الفترة السنتين ثلاثة اللي فاتوا تضعفت علينا فطورة الغذاء زي ما أعرض لحضركم احنا وصلنا النهاردة في زيادة في فطورة الغذاء غصبا عننا بسبب ارتفاع أسعار الأمح والدرة وكل الحاجات دي بصورة كبيرة جدا طيب النهاردة الدولة المصرية شغلت ازاي احنا من أول 2015 بدأت الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى المشروعات الاستصلاحي الزراعي وبدأنا بالمشروعات اللي كان المفروض انها تبقى السهلة او الاسهل اللي هي بتعتمد على سواء الريب مياه النيل او المياه الجوفية ولكن بدأنا وبدأنا نشتغل في هذه المناطق زي تشكا وشرق العوينات وكل هذه المناطق والريف المصري النهاردة انتقلنا للموضوع الاصعب والاكثر تعقيدا وهي المرحلة التانية انحنا نعالج مية الصرف الزراعي ونرفعها ضد الانحضار الطبيعي للأماكن اللي احنا عايزين نزرعها وده من الناحية الهندسية من اصعب المشروعات الهندسية لكن لا يوجد بديل للدولة المصرية غير كده عشان استفيد بكل نقطة مية بتبقى بتصل الى هذه الدولة وبناء على هذه التقنية احنا النهاردة بنستصلح الدلتة الجديدة وبنستصلح في سيناء وفي أماكن أخرى على هذه التقنية الجديدة اللي احنا بنشتغل عليها النهاردة احنا بنتكلم على أربعة مليون فدان بإذن الله ستضاف للرقعة الزراعية اللي في مصر احنا لحتى هذه اللحظة واحد وسبع من عشر وعندنا حوالي اثنين وثلاثة من عشر أو اثنين ونص سيضافوا في السنتين ثلاثة الجايين في كل هذه المشروعات كل هذا عشان نحقق أمن غزائي في دولة كل سنة بتزيد اثنين مليون بني آدم النهاردة الغزاء برقم حيات ضاعف في خلال سنين في سنين بسيطة جدا هذه هي المشروعات اللي احنا الدولة المصرية بتنفق عليها وتستثمرها كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تكلم عن دور الدولة في التنمية الصناعية وقال في السابق لم يكن للدولة المصرية دور في سلاسل القيمة الصناعية الكبيرة والأمر كان يقتصر على الصناعات الأولية وما فيش صناعات متطورة أو كبيرة وعشان كده كان من المهم بناء عدد من الصناعات الاستراتيجية عشان نقدر نخفف عن كهل الدولة فطورة الاستيراد التنمية الصناعية ودايما الكلام الصناعة فين والصناعة هي دي لازم تبقى مستقبل الدولة وان لازم نعتمد على الصناعة انا عايز اقول لحضراتكم ان مصر طول عمرها مشاركتها في سلاسل القيمة على مستوى العالم في السلع الأولية ما عليش ارجو محدش يزعل احنا ما عندناش صناعات المتطورة الكبيرة احنا عندنا نقدر نقول الصناعات الاولية والصناعات المتوسطة عشان تبني صناعة حقيقية احنا محتاجين وقت وجهد وده من اكتر القطاعات للدولة المصرية النهاردة شغالة فيها وبتبزل فيها جهد غير عادي لكن الموضوع بيستغرق وقت سيادة رئيس قال قبل كده المصنع الواحد عشان نبنيه ممكن يقعد ثلاث سنين او اربع سنين عشان نبدأ بعد كده يشغل ونبدأ بعد كده نشعر بتأثير هذا المصنع فما بالك ان احنا محتاجين الاف المصانع لكن الدولة شغالة الدولة شغالة في كل قطاعات الصناعة وعندنا رؤية واضحة ازاي هذا القطاع بيتطور احنا النهاردة الاراضي اتحنا اراضي عشرات الملايين من الاراضي وكان هناك شكاوى من المطورين عملنا لهم الاراضي بنزم معينة وبحاوكامة معينة تضمن ان الموضوع ما يبقاش تسقيع ولكن الاهم ان يتحقق غرض التنمية اللي يبقى موجود لكن الاهم كانت الدولة لان عندنا نقص حاد كان لازم ندخل احنا بنفسنا في عدد من الصناعات الاستراتيجية ان احنا نبنيها عشان نخف عن الدولة مشكلة الاستراض اللي كانت موجودة كانت في انتاج زي مصانع الكلور مصانع السماد مصانع الرخام ومواد البناء الكبيرة جدا اللي الدولة النهاردة اتعملت موضوع الرمال السوداء اللي طول عمرنا بنسمع عليها ومحدش كان بيحاول انهو ياخد خطوات حقيقية وجدة للاستفادة منها النهاردة شغلين على هذا الموضوع بمنتهى القوة ايضا مع القطاع الخاص ومع الاتشراكة مع عدد كبير جدا من الناس سواء المحليين او الدوليين بنفتح المجال وبنشتغل لكن ايضا بنطور زي سايلو فود في الصناعات الغذائية مدينة دوميات للأساس العديد من المصانع الحاجات دي عشان تشتغل بكامل كفائتها وطاقتها برضو هتاخد لسه وقتها لكن الهوة ده اللي احنا بنقول عليه احنا اشتغلنا على هذا الموضوع طبعا نتكلمنا مع حضراتكو عن حكاية وطن في قطاعات متعددة زيه في مثلا قطاع الزراعة في قطاع التصنيع دلوقتي نتكلم مع حضراتكو في قطاع العمران بالنسبة للتنمية العمرانية رئيس الوزراء قال انه لا بديل لمصر الا انشاء مدن جديدة ليه؟ عشان بدأنا نفكر في انشاء مدن جيل الرابع مدن زكية تستوعب الأجيال الجديدة كل مدينة لها رؤية مخطط لها شكل معين عملنا 24 حتى الآن مدينة زكية ومتبقي 14 هنبدأ الشغل فيهم خلال الفترة الحالية بالنسبة للعاصمة الإدارية رئيس الوزراء قال انه كان فيه خمس مواقع مقترحة لبناء العاصمة وكل الخبراء اتفقوا على موقعها الحالي واسمحوا لي يمكن سيد الرئيس انا عايز احكي حكاية هنا على قدم هذا المشروع قوبل بنقد ويمكن وتشكيك في هذا المشروع إلا إذا حضراتكم رجعتوا الأدبيات كل الخبراء المصريين بيتكلموا على حتمية نقل العاصمة بقالهم 40 سنة وكان هناك محاولة من الرئيس الراحل السادات لإنشاء عاصمة وهي كانت مدينة السادات ولم يكتب لها النجاح في 2007 طلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني في إطار تطوير القاهرة أن يتم انتخاب موقع جديد لحي حكومي جديد أنا أتكلم في 2007 لأن كانت وصلت القناعة لازم الدولة تغييب تشيل مكان الحي الحكومي القديم ويبقى في مكان جديد تم اختيار خمس مواقع واسمحوا لي لأن هذا الموضوع أنا كنت مشارك فيه بشتورة شخصية كمنسق مع الخبراء الذين عملوا الدراسة لأن كان مطلوب أنها ستبقى دراسة محايدة بالكامل فجم أربعة أو خمس خبراء اختاروا خمس مواقع واسمحوا لي أقول لهم لحضراتكم الموقع الأول موقع العاصمة الحالي الموقع الثاني كان أن يتعامل حي حكومي في شرق مدينة نصر في المنطقة اللي النهاردة كلنا عارفينها اللي فيها مسجد المشير طنطاوي وكانت في حدود سبعمائة فدان الموقع الثالث كان جزيرة الوراء الموقع الرابع كان شمال القرية الزكية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي الموقع الخامس كان مدينة 6 أكتوبر ووضعت معايير لهذا الموضوع كيف نختار موقع لحي حكومي جديد لمصر انتهى عمل الخبراء أن أفضل موقع هو الموقع اللي نحن فيه لماذا؟ لأن قالوا أن هذا ممكن بيخلق أن القاهرة طول عمرها بتنمو شرقا بدأت من النيل وبعد كده لما اتعمل أحياء جديدة مصر الجديدة مدينة نصر وبعد كده التجمعات الكبيرة اللي موجودة فالكتلة السكانية بتاعت القاهرة طول عمرها بتنمو شرقا فبالتالي عايزين نستغل الحاي الحكومي لما يجي البني يبقى نوال لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة اللي هي موجودة النهاردة البديل التاني كان الحاي اللي هو شرق مدينة نصر الحاي الحكومي ويبقى الموضوع على قد ال700-800 فدان اللي موجودين هناك وتقال طبعا ان هذا الحل الاسهل لان الحل الاولاني كان صعوبته انه محتاج او صحيح ده الاحسن وده الافضل ولكن هيبقى محتاج انفاق في بنية اساسية والاهم ازاي الاتصالية والمواصلات وانه لازم ما ينفعش لازم يقمعها وسائل النقل الجماعي تم اختيار الموقع شرق مدينة ناصر وتقال هذا يعني على قد امكانية الدولة في هذا الوقت طبعا على قد نعمله في هذا المكان بالرغم ان كان الخبراء يقولوا ان على المدى البعيد ستحصل نفس المشكلة مرة اخرى ولكن طلع القرار ان نعمله طيب وتعمل تخطيط هل نفذنا حاجة دم تنفذ الدولة اي شيء لما جاء سيادة الرئيس وطلع على هذا الموضوع قال البديل الاولاني بديل الاولاني اللي احنا فيه يبقى هو ده اللي يخدم رؤية مصر وده اللي يخدم مستقمل مصر يبقى لازم نشتغل على الصح طب الصح ده اصعب وحياخد وقته اكتر لكن للدولة هو الصح احنا بنبني دولة انا مش ببص على مكسب اربع خمس سنين انا ببص لمية سنة قدام ايضا رئيس الوزراء مبارح قال ان الدولة انفقت ما يقرب من تسعة ونص تريليون جنيه او اقل قليلا في تنفيذ المشروعات ولو قدرتنا تسمح بانفاق اكتر كنا هنعمل كده وتم توزيع الانفاق على كل حتة في مصر وما سبناش مكان في مصر الا ووصلته التنمية الدولة المصرية عشان نتنفذ يبقى لازم اوفر استثمرات في فترة الدولة كانت بتعاني زي ما بنقول من كل التبعات اللي موجودة الدولة المصرية انفقت وبتنفق في خلال هذه الفترة اكتر من تسعة واربعة من عشرة تريليون جنيه عشان تنفذ هذه المشروعات كانت احد اهم اوجه النقد بعد محصرة الازمة الافراط في تنفيذ المشروعات والدولة تفرط في تنفيذ المشروعات بتاعتها انا عايز اقول لحضراتكم لما نيجي نجمع الناتج المحلي الاجمالي بتاع مصر على مدار التسعة سنين ونشوف نسبة الانفاق دي اللي هي تسعة واربعة من عشرة منه احنا بنتكلم فقط في حوالي 22% من الناتج المحلي احنا قلنا قبل كده الدول عشان تعمل نهضة بتشتغل ما بين عشرين لاربعين في المائة يعني احنا لسه في الحد الادنى ولو كانت قدراتنا كدولة قادرين ان احنا ننفق اكتر كننا هننفق اكتر في هذه الفترة لو احنا بكلب جد عشان نبني بلد انما الانتجمعات اللي اميز هذا الموضوع انها لم تكن مركزة في مكان واحد اتوزعت على كل حتة في مصر وفي كل مكان نفزنا